اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أن الوزير الطالب لتحقيقها هذا الانجاز المشرف الذي يضاف إلى سلسلة الانجازات الدولية التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد التعليمي مؤكدا أن هذا الفوز يأتي نتيجة حرص الوزارة على دعم المواهب الطلابية في كافة المجالات مشيرا إلى دور مقررات التربية للمواطنة في تزويد الطلبة بالمفاهيم المتعلقة بالعمل التشريعي والبرلماني في مملكة البحرين طبعا احنا مملكة البحرين شاركنا منذ عامين في برلمان الطفل العربي اللي هو مقره الشارجة طبعا الشارجة معروفة باهتمامها بالطفل وبالمناشط والفعاليات اللي تكون فيها وكان الهدف الرئيس من هذا البرلمان هو تأصيل قدرة الطفل العربي في أنه يعبر عن ذاته بمختلف الطبق والوسائل من خلال برلمان يعني هذا البرلمان يرفع صوته إلى جامعة الدول العربية بحيث تكون توصياته توصيات نافذة عندنا احنا اربعة من الطلاب البحريني منضمين إلى برلمان الطفل العربي وجميعهم تقدموا بتوصيات كانت توصياتهم جدا قيمة وفيها طبعا اهمية بالنسبة للطفولة المناهج الوطنية كان لها دور جدا كبير في انخراطنا للعمل البرلماني حيث وسعتنا الأمور الوطنية والأمور البرلمانية وحقوق الأطفال والقضايا والمشاكل وكيفية الحد من هذه الأمور فأهدي هذا النجاح والتميز ومنصب رئاسة البرلمان العربي للطفل لمملكة البحرين الغالية ولا أنسى أن أشكر وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم سعادة الدكتور ماجر بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم صراحة على إتاحتهم لنا في هذه الفرصة لتمثيل مملكة البحرين أفضل التمثيل في هذا البرلمان